موسيقى هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها موسيقى أنقرة تعلن أنها ستقدم كل أنواع الدعم السياسي لدمشق في مواجهة ما تعتبره تنظيمات إرهابية أهي عطافة جوهرية أم حسابات تكتيكية موسيقى هل من تناقض بين موقف الخارجية التركية وتهديدات الرئاسة بشن عملية عسكرية في الشمال السوري موسيقى وبين تحشيد الجيش السوري لقواته شمالا وقمة طهران الروسية التركية الإيرانية هل من ترتيبات في السياسة والميدان موسيقى مفاجئة ومتناقضة معا هي مواقف الساعة الأخيرة التركية بشأن سوريا وزير الخارجية التركية يقول أن أنقرة ستقدم كل أنواع الدعم السياسي لدمشق في مواجهة التنظيمات الإرهابية والرئاسة التركية تؤكد أن العملية العسكرية في الشمال السوري ما زالت على الطاولة فكيف يمكن قراءة هذا التضارب هل يعبر عن إرباك تركيا أم لا يغدو كونه مناورة لتوزيع الأدوار فماذا تريد أنقرة من المسرح السوري هل أراد أوغلو التعبير عن استدارة جذرية أم أنها مجرد مواقف مرتبطة بحسابات تكتيكية وهل مفاعل قمة طهران الروسية الإيرانية التركية يمكن أن تمهد لترتيبات مختلفة ومقاربات جديدة وأي رسائل تبعث بها أنقرة إلى دمشق هل ترى في أبوابها الممرات الواقعية للتخفيف من عبء ملف النازحين السوريين الضاغط على حكومة العدالة والتنمية صحيح أن أوغلو دافع عما أسماها المعارضة المعتدلة في سوريا لكن تصريحاته أثرت علامات الاستفهام لدى تلك القوى التي تصفها أنقرة بالمعارضة فما هي معاييرها ونظرتها لهؤلاء الحلفاء وهل سترمي بورقتهم عند لحظة التسويات والصفقات وربما التنازلات إذن هذه عنوين ومحاور المسائية نفصلها ونناقشها مع ضيوفنا معنا من إسطنبول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة إسطنبول الدكتور سمير صالحة من دمشق العاصمة ينضم إلينا عضو المجلس الشعب السوري دكتور صفوان القربي ومن جنوب لبنان ينضم إلينا الباحث العسكري سيد العميد محمد عباس مرحبا بكم ضيوفنا شكرا لانضمامكم إلينا في المسائية اسمحوا لنا قبل أن نعقيد دائرة نقاشها نبدأ بهذا التقرير إذن تثير الاستراتيجية التركية في سوريا الكثير من التساؤلات طالما تتأرجح بين المناورات والتكتيكات سياسيا وميدانيا كما تعتمد تركيا قاعدة الغموض في أهدافها العسكرية والإجراءات الإدارية في شمال وشمال شرق سوريا لم يجف تهديد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومن بعده الناطق باسمه إبراهيم غالين بأن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا ما زالت على الطاولة ليخرج وزير خارجيته مولود شويش أوغلو عبر محطة تلفزة تركية ليشيد بمحاربة السلطات السورية للتنظيمات الإرهابية مع إبداء استعداد تركيا لمساعدتها سياسيا يأتي ذلك على وقع موافقة أنقرة في قمة طهران الثلاثية الأخيرة على صيقة بيان يدين زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا وتقويد سيادتها موافقة استبطنت على الأرجح توجيه الأنظار إلى الفصائل الكردية التي تتهمها تركيا بالإرهاب وتهديد دول الجوار فما هي الخيارة الجديدة للقيادة التركية بشأن المسرح السوري وتحديدا في واقع الشمال الشرقي المعقد مع تعزيز الجيش الأمريكي لمواقعه ومع تهديد دمشق بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء ينتهك سيادة أراضيها وهي دفعت لأجل ذلك بمزيد من الحشود العسكرية وسط أنباء عن نجاح وساطة روسية في إقناع قادة قصد بتسليم مواقع ومناطق تسيطر عليها إلى الجيش السوري نجدد ترحب ضيوفنا سأبدأ وياك دكتور سامير صالحة تصريح وزير الخارجية التركي لإحدى المحطات التلفزيونية التركية هو مفاجئ بحد ذاته ونريد أن نبحث في خلفياته ونضعه إلى جانب التصريحات التي خرجت مؤخرا في استمرار التهديدات بأن العملية العسكرية الجديدة التركية في شمال السوري ما زالت على الطاولة هل نحن أمام تناقض؟ وما الذي دفع وزير الخارجية التركي ليقول ويعبر عن استعداد أنقر لتقديم الدعم السياسي لدماشق في مواجهة ما وصفها بالتنظيمات الإرهابية والذي أشاد بجهودها في هذا الإطار نعم مساء الخير للجميع أولا شكرا على استضافة مرة أخرى أهلا بك يعني برأيي أنا أنه كان في دائما رسائل تركية بهذا الاتجاه باتجاه النظام في دماشق في أكثر من ملف لكن رسائل الأمس كانت نعم مختلفة إذا شئنا مولود شاوش أولو أنا حسب ما فهمت الترجمة التركية هنا لم يتحدث فقط عن استعداد تركيا لدعم النظام في الحرب على المجموعات الإرهابية من الناحية السياسية بل ترك الباب مفتوحا يعني هذا التنصيق أو هذا الدعم في مواجهة هذه المجموعات مرتبط بشكل الحوار أو شكل النقاش بين أنقرة ودماشق طبعا هذا موقف تركي يطرح لا يمكن إطلاقا فصله عن تطورات المشهد ككل في الملف السوري بشقه السياسي الأمني العسكري وغير ذلك نقطة الثانية الآن باختصار أيضا العملية العسكرية كما فهمنا من تصريحات مولود شوشولو، إبراهيم قلن، الرئيس رجب تايي باردوهان كلها تلتقي عند نقطة واحدة أن هذه العملية قادمة بالنسبة لأنقرة الآن إلا إذا إضافية موجودة وهذه إلا إذا أن تأخذ أنقرة ما تريدهم أو أن يتم التفاعل التعامل بجدية مع النقاط التي تقلقها الهواجس التركية أقصد هنا سواء كان في موضوع إبعاد مجموعات قصد عن مناطق الحدودية وفتح الطريق أمام إضعافها أكثر فأكثر في موضوع الخطة الانفصالية في سوريا نقطة تسهيل عودة مئات الألاف من السوريين فتح الطريق أمام تسريع الحوار في التعامل مع ملف الأزمة السورية هذه المواقف التركية بدأنا نسمعها في الأسبوع الأخيرة بشكل متكرر بشكل دائم هذا يعني أنه نعم أنقرة كما قلنا في السابق بدأت تطرح سياسة سورية جديدة في قراءة أكثر من ملف هذه السياسة طبعا مرتبطة أيضا بتحولات السياسة التركية في التعامل مع الملفات الإقليمية العديدة الآن السؤال باختصار أيضا قبل أن أنهي بسرعة جدا هل مثلا قمة طهران الأخيرة أعرف أننا سنتقل في النقاش فقط لا أقول لك أنه هل قمة طهران نجحت في تسجيل موقف ثلاثي يتعامل مع الملف الأزمة في سوريا حسب ما أنا تبعت لا لا يوجد الموقف الثلاثي الحوار كان ثنائي أقوى أكثر في طهران ثنائي تركي روسي تركي إيراني برأيه هذه النقطة سأعود إليك اللي أفهم كيف تختلف يعني أن لا تكون رؤية ثلاثية لكنها تتشق أن تكون رؤية تركية إيرانية تركية روسية في هذه المساحة وهذه الساحة تحديدا في الميدان السوري لكن فيما فهمت منك دكتور سمير صالح أسمح لي أنا أنتقل للدكتور صفوان القرى بالسؤال هي رسائل أم شبه إعلان لما يمكن تم الاتفاق عليه في طهران وعلى أرض طهران على هامش هذه القمة الثلاثية التركية الروسية الإيرانية لأنه كان لافت بالتزامن حضور وزير الخارجية السوري والذي كان ثابتا على المبادئ خفيفا في حدة المصطلحات التي استخدمت عما كانت في السابق كيف يفهم مقالة وزير الخارجية التركية من وجهة نظر دمشق مساء الخير أستاذي راميا مساء الخير للجميع هي رسالة ناعمة بكل تأكيد رسالة السيد وزير الخارجية التركي أقول ربما في طهران كان هناك مجهول هذه القمة الثلاثية برأيه هو أكثر من معلومها بكثير كان هناك حوارات أمنية وحوارات عسكرية بقيت بعيدة عن الأضواء وبرأي أن سنرى آثارها بتدرج وفق جدوى الزمني قريب ربما يجري تسريعه لضاءة عليه أكثر في قمة بوتين أردوغان في بداية الشهر القادم يعني ربما يكون كلمة الإرهاب هي كلمة فطفاضة دعيني أعود إلى التصريح كلمة فطفاضة يمكن كلها أن يفسرها على هوا في قمة أسيتانا كانت دائما هي لاذمة سابتة مكررة بامتياز إلزام الجميع بمحاربة الإرهاب ولكن برأيه ربما فك الشفرة للمصطلح التركي فيما يخص محاربة الإرهاب تختلف عن مضموننا بكثير ربما تقصد دائما مجموعات الكردية على اختلاف مسمياتها هو دائما النغمي التي يركز عليها الأتراك في موضوع الإرهاب رغم أنه ربما المكونات الكردية من بداية الحرب على سوريا إلى الـ 2015 كانت مجموعات مدللة كانت تزور تركيا بشكل كبير صالح مسلم أكثر من ست مرات زار قيادات تركية كثيرة كان مطلوب منها فقط أن تعمل على محاربة الدولة السورية وإزعاج الدولة السورية بعد ذلك ربما اختلف المشهد حاليا التركيز على أن الإرهابيين في شمال سوريا وحتى في شمال العراق لون واحد هو الملون لون الكردي ربما ولكن أقول بنظر إلى الخارطة حتى نحن رغم اختلافنا في الكثير من القضايا مع التنظيمات الكردية الموجودة ولكن لنا رؤية ومقاربة مختلفة سمحني أريد أن أفهم هذه الرؤية وأنا أبقى معك سيد دكتور لأن الآن نحن أمام مرحلة مفصلية اختلفت في طريقة التعامل مع الميدان السوري فقط لفهم لأنك تراحت موضوع الجماعات الإرهابية إذا كنا وهو حكما عندما نتحدث عن قصد لا يعني المكون الكردي في شمال سوريا يعني من شرقه إلى غربي التعامل مع مجموعات حملت السلاح وقفت إلى جانب الاحتلال الأمريكي سرقت وساهمت بسرقة المقدرات واستحوذت على قرار كل المكونات الموجودة هناك ذلك ينسحب يفترض على تلك الجماعات التي توجد في شمال غرب سوريا التي حملت السلاح سرقت المقدرات واستحوذت على قرار تلك المكونات أي أن كانت توزيع الديمغرافي الإثني القومي العرقي وحتى الطائفي كيف يستوي هؤلاء تصنفهم دمشق على أنهم إرهابيون وذلك لا كجماعات تحمل السلاح وليس المكون بحد ذاته بالتأكيد ربما يكون قسد ربما برأيي سرقت الكثير من القرار الكردي والعربي حتى في شمال الشرقي لسوريا ولكن في شمال غرب التنظيمات التي ترعاها الاستخبارات التركية هي مجموعات مغرقة في الإرهاب عنوين كثيرة لا ندخل بالمسميات فيلق الإسلام وفيلق رحمن وجبهة النصرة ولواء حق فاستقم كما أمرت كل تنظيمات مصنفة على لواء الحراب العالمي لا أظن أن ربما جبهة النصرة وهؤلاء هم دعاة سلام وحمائم سلام ورعاة أخلاق هي مجموعات تتناحر تتقاتل على الغنائم على سرقة النفط على المعابر على التهريب حجم الفلتان الأمني هو حجم مرعب في الشمال السوري فقط في شمال سوريا خلال ثلاثة شهر أكثر مئة وسبعين قتيل إغضمنا نحن إدلب تجاوز الرقم 300 قتيل نتيجة صراع المجموعات الإرهابية مع بعضها عبوات ناسي في استهداف قاضي هي مجموعات مخترقة استخباراتيا بامتياز التعامل معها برأيي حالة منفصلة تماما حالة منفصلة تماما ما يجري في شمال باتجاه إدلب كما قلت مجموعات وفق كل تصنيفات جبيت نصر على أولى الجولاني هناك عشرة ملايين دولار أمريكية معلن لمن يدلي معلومات عنه حاليا ما يجري إلى الآن هناك تركيز على محاولة إعادة تعويم جبيت النصر على إعادة تسويق على أنها حركة وطنية سورية محاولة إظهارة حتى بوجه سياسي بشكل موارب عبر حكومة جبيت النصر الموجودة في إدلب هي محاولات إلى الآن ما زالت موجودة الجولاني محاولة إظهارة على أنه رجل جنتل على أنه رجل مسالم هي نقاط تستحق التوقف عندها لذلك برأيه المقاربة هي تصريح وزير خارج تركي وتصريح برأيه إن كان يسير في منطلق تصحيح المسار والاعتراف في أقطاء الماضي والسير بهذا الاتجاه هي نقطة طيبة ومفصلي نرى إكمال فيه ولكن هذا الملف ملف طويل يحتاج إلى جهد كبير يحتاج إلى ترميم يحتاج إلى مقاربات أخرى جهد روسي وإيراني صديق كبير في إنجاز هذه التفاهمات وهذه المقاربات بشكل ناعم بعيدا عن لغة الأصطدام هل وصلنا إلى نقطة التقاء؟ هو كما أشرت مسار طويل لكن هل وجدنا نقطة التقاء لتكون هناك بداية لهذا المسار؟ سأعود إليك سيد دكتور القربي لكن أنتقل إليك سيد العميد محمد عباس لنفهم في الرؤية العسكرية والاستراتيجية بين الأهداف التي كانت تضاعها تركيا لمحطتها الخامسة في شمال سوريا والعملية العسكرية الخامسة ترفعت ومنبج هل تستطيع أن تحصل على مكاسب كما تقدمها؟ بالالتقاء مع دمشق في العنوين التي كانت تريدها عسكريا تلك المنطقة الآمنة عمق 30 كم عرض 432 أيضا؟ يعني التزام الدولة التركية وتحديدا الرئيس التركي بمقررات خمى طهران يعني هو يؤكد إلى نتيجة واحدة أن خيار التسويات يتقدم على خيار المواجهة وإلا لم يكن ليذهب أردوغان إلى هذه القمة ويوافق على نتائجها يعني موضوع التصريحات التركية دائما تركيا تتحدث عن منطقة آمنة ولكن حول هذه المنطقة الآمنة رسمت خطوط حمر في طهران وأعتقد أن أردوغان سيتقيد بها وأن خيار التسويات والحصول على بعض المكاسب ولو لا تلبي كل الطموحات والتطلعات والأهداف التركية ولكنها بالنسبة لتركيا يبقى خيارها أقل قلفة من خيار الحرب وخاصة أن تركيا جربت خيار المواجهة والحرب ونموذج حلب لا زال يعني في الأذهان وكيف كان القرار الروسي الإيراني والقرار السوري طبعا يعني مدعوم بالقوى الصديقة طهران وروسيا وأيضا القوات الرديفة ونتائج حلب كانت هزيمة محققة للأهداف التركية لذلك أنا بتقديري خيار يعني ليس هناك حارب سيادة التزيم الأتراك بالخطوط الحمر التي رسمت في طهران خصوصا على لسان القادة الإيرانيين وأيضا على لسان الرئيس الروسي ولكن كانت الأبرز على ألسنة القادة الإيرانيين يعني سماحة السيد علي الخامن هو تحدث جدا عن أمن تركيا وأمنها من أمننا ولكن أيضا أن سوريا من أمننا وأن الاندفاع التركية العسكرية داخل الأراضي السورية ستكون ضد تركيا ضد مصلحة تركيا وهذا كلام مفهوم لذلك أنا بالطبع تقديري الحوافز التي يعني ممكن أن تحصل عليها تركيا من خلال يعني والتي يعني حوافز سياسية وأقتصادية في قمة يعني عرضت عليها أو تتوقع أن تحصل عليها من قمة تهران أنا بتقديري هذا يرجح خيار عدم الحرب لأن خيار الحرب هو يعني أنها كسرت قطوط الحمر وأن المواجهة إذا حصلت ستكون كلفتها أكبر ونحن نعلم أن الجيش العربي السوري حاليا يحشد ليس فقط في شمال شرق سوريا وإنما أيضا في مواجهة إدلب وهي تعلم أنه اجتياز الخطوط الحمر يعني هو لو كان يريد اجتياز الخطوط الحمر لكان لم يذهب إلى طهران من الأصل ولا كان يعني موقفها يعني غير منسجم أو غير موافق على نتائج القمة التي وافقت عليها تركيا وأنت تشير سيادة العميد إلى فكرة التنسيق يعني تحرك أيضا الجيش العربي السوري في عملية تنسيق إن كان بالنسبة مع الحليف الإيراني والروسي وذلك بالتوازي مع مخرجات قمة طهران أو يعني ما تم التناقش في قمة طهران والتي هي ثلاثية الشكل ربما ربعية المضمون مع وجود الوزير الخارجية السوري هذا يعيدنا إليك دكتور سامير صالحة لأنه مجددا موقف وزير الخارجية التركي موقف مهم ما صرح به قد يكون نحن أمام تحولات حقيقية ذلك سيعيدني لنقطة قد تبدو هامشية لكنها بحسابات رئيس التركي خصوصا بملف الانتخابات قد تكون مهمة لماذا اختار قناة تركية يعني ليطلق مثل هكذا موقف وزير خارجية وبالتالي يعبر عن السياسة الخارجية للبلاد إلى أحد كان يخاطب الداخل التركي في اختبار في نقطة الثنائية التي أشرت إليها وليست ثلاثية الاتفاق في طهران تركيا وروسيا تركيا وأيضا إيران ومفهوم الجماعات الإرهابية التي طرحه دكتور القرابي مهمة طويلة إضافة للنقاط التي كنت تدونها دكتور سمير صالح بإمكانك أن تطرحها أيضا طيب شكرا شكرا باختصار أولا الشق الأول من السؤال مولود شاوش أولو عنده خصوصية أنه منفتح دائما على الإعلام الداخلي المحلي ودائما يتحدث إلى هذه القنوات ويفاجئ القنوات بتصريحات فعلا مهمة مؤثرة وجديدة بالعكس مولود شاوش أولو يرجح دائما الداخل التركي ليوجه رسائله كمان أو تابعه في العقد الأخير الآن بالنسبة للشق الثاني من السؤال أنا وأنت إذا ما عدنا إلى البيان الختامي لقمة طهران سنرى أنه كان فيه عبارات كثيرة كل طرف حاول أن يضعها في البيان للوصول إلى ما يريده ويقوله هو يعني فيه أكثر من تركيب لأكثر من فقرة في هذا البيان صحيح أنه كان فيه مضيقات أيضا مهمة متعلقة بالملف السوري لكن التركيز في البيان الختامي كان على توجيه رسالة مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية وسياستها وانتقاد هذه السياسة في سوريا ومطالبتها بالمغادرة والنقطة الثانية الحديث عن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا هذا ما وجدته أنا في صلب البيان الختامي لقمة التهران بعيدا عن الأضواء ربما قد أتفق مع ضيف لا نعرف أنه هل كان هناك نقاشات لم يتم الإعلان عنها بعد ولا نعرف تفاصيلها لكن أنا من خلال المتابعة لطريقة تعامل تركيا في حوارها مع روسيا ومع إيران في تعامل مع الملف السوري منذ أكثر من عامين تقريبا وأنا أركز على أنه هذا النقاش يتم بشكل ثنائي مباشر بين طهران وأنقرة وبين موسكو وبين أنقرة والدليل باختصار جدا هو تفعيل آلية سوتي لماذا يتم تفعيل آلية سوتي لماذا يذهب الرئيس رجل طيرب أردغان في الخامس من الشهر المقبل إلى سوتي لوضع النقاط ربما لا نعرف ربما هذا السيناريو من عندي هذا الكثير من المسائل نعمل مرتبطة بالعلاقات السنوائية التركية الروسية لكنها برأيي في الأساس مرتبطة بالملف الذي نواقشه الملف السوري الآن في نقطة أيضا سجلت بعض الملاحظات باختصار أنه هذا المطالب التركية نعم نركز على موضوع المنطقة الآمنة وربما حلحة سياسية تسريح حلحة سياسية في الملف السوري لكن علينا أن لا نغفل هنا أن أنقرة الآن متمسكة بإنهاء وحسم ملف داعش بأسرع ما يكون وهذه برأيي هذا يشرح مفهوم الجماعات الإرهابية التي أشار إليها أو من يقصد وزير الخارجية التركي هذه جزئية فقط جزئية لماذا لأنه بالنسبة لأنقرة الآن في سوريا المعركة المباشرة بالنسبة لأنقرة هي مع مجموعات قساد المرتبطة بحزب العمال ومع ضرورة إلغاء إنهاء ملف داعش الذي تحاول واشنطن أن تمسك به في شرق الفرات هذه السياسات لذلك أنا إذا كان في نقطة إيجابية ربما واحدة برأيي في قمة طهران فهي هذه النقطة أنه تذكير واشنطن وتحميل المسؤولية المباشرة بما تقوم به في الملف السوري الآن أنا وأنت هل سنتابع أيام قليلة المقبلة قراءة أو تصريحات جديدة مرتبطة بموضوع داعش أم لا لأنه حتى الآن لم نسمع أي نقاشات مباشرة لا في جانب الروسي التركي ولا حتى في جانب الإيراني حول هذا الموضوع في نقطة أيضا لن أعرف إذا كان عندي وقت أم لا فضل هذا التوتر الحاصل في العلاقات التركية الأمريكية الحالية يعني أنت أيضا تتابعين استهداف قوات تركية لكوادر في قصد واشنطن تقدم التعازي لمجموعات قصد هذه المسائل الآن تغضب أنقرة وتدفعها لتذكير واشنطن بأكثر من التزام في التعامل مع الملف السوري نقطة أخيرة هذه المرة عن جد أخيرة بعد الأخيرة معادلة جديدة يا دكتور سأل أتفضل لحظة لحظة فقط هي أنه لا نعرف أنا وأنت بعد هل النقاش الروسي الإيراني مع أنقرة مرتبط بالعودة إلى اتفاقية أدنى 97 أم التركيز على تفاهمات تشرين الأول 2019 ربما ضيفت من دمشق يساعدني أكثر في الإجابة سأحيل هذه النقطة وسأساعدنا دكتور صالحة باستعادة الجملة التي قلتها بما فهمت من ترجمة وزير الخارجية التركي بأن الأمر ترك باب مفتوح لمسار النقاش بين دمشق وأنقرة الجملة التي قلتها في البداية صحيح صحيح وهذا مرتبط بشكل محاربة المجموعات أو التنظيمات الإرهابية في سوريا دكتور القربي هل هذا يعني أنه في نقطة فعلا التقاء لربما مسار طويل يعني أن يقول وزير الخارجية ذلك التركي بشكل أو بآخر في شيء ما ربما عبد على الأرض الإيرانية انطلاقا من هذه الرؤية وهذه الزاوية بين تفاهمات 2019 نهاية عام 2019 والعودة ربما لاتفاهم أدنى أنا برأيي ربما أنا أبني إيجابا على الكثير من العنوين التي ربما كما قلت بقيت كثير منها خارج الأضواء ربما العودة إلى تفاهم 2019 في ما يخص أسيتانا وهو أبعاد مجموعات قصد عن الحدود ولكن هناك تتمي هناك شطر آخر لبيت هذا الشعر وهو محافظة إدلب واتفاق بخصوص الام أربعة وفتح هذا الطريق الدولي وأبعاد المجموعات الإرهابية ستة كيلومتر على يمين ويسار هذا الطريق بما يتضمن وزيارة القاد العسكري الأتراك إلى جبل الزاوي وباتسرب منها من تصريحات وأحاديث كانت مع أهالينا الموجودين في محافظة وهي عنوين كثيرة جدا ولكن برأيي ربما أيضا أتوقف عند مجموعات داعش داعش كعنوان أساسي ولكن هناك أشباه لداعش كثيرين موجودين في شمال سوريا كل قادة داعش الذين قتلوا في الفترة الأخيرة لاحظت أكثر منهم أكثر من شخص كلهم كانوا قريبين من الحدود السورية التركية على مسافة عدة كيلومترات إذن التوافق على هذا عنوان هو عنوان أساسي أيضا اتفاق بداية 2020 الذي الاجتماع الخمس ساعات المطول الذي كان بين الرئيس التركي والرئيس بوتين أيضا وما تضمنه في التأكيد على تنفيذ اتفاق أم أربعة حاليا برأيي التكامل ما بين المشهد فيما يخص الحدود السورية والتركي بإدلب هم مترابطان ويجب أن يترابط بهذا الاتجاه العملية التي يشار إليها العملية العسكرية التركية برأيي أن المتواضع أصبحت تحت عنوان التأجيل والبحث عن حلول هادئة كما قلت برعاية الأصدقاء تضمن الدخول للجيش السوري وأبعاد مجموعات قسد وحاليا قسد تنسح من كثير من النقاط على الأم أربعة في المنطقة التي تدواجت بها تخرج من بعض أرياف ديرزور هناك هناك أجراءات ناعمة كما قلت تجري بعيدا عن الأضواء بشكل صامت أتمنى أن تكون التسريبات والمعلومات بهذا الاتجاه تشير إلى توافقات مهمة بالنهاية لا مصلحة لنا في عملية عسكري تركي ولا مصلحة عنوان للأصدقاء الروس والإيرانيين في صدام سوري تركي تحت كل هذه العناوين بالأساس المنطقة مشتبكة تتواجد فيها الجميع لذلك خطورة أي عمل عسكري تركي هنا يتواجد الأمريكي هنا التركي هنا عفوا السوري هنا القوات الروسية المنطقة مزدحمة بالكثير وبرأي المنطقة هذا الإجراء خطير التوجه العام إلى مقاربات ناعمة كما قلت الكل يقرأ تداعيات هل فعلا نحن أمام مقاربات ناعمة لنفهم دكتور لأنه هناك تحرك للجيش السوري في شمال سوريا وتحديدا هناك كلام واضح من القوات المسلحة السورية بأن هناك استعداد للتصدي لأي هجوم تركي محتمل وفي نوع من التحركات على مستوى روسيا باتجاه قصد وتنصيق لحركة التعامل على المستوى العسكري ما زلت تضعها في إطار الحركة الناعمة أم أنك تريد أن تشي بأنه أيضا في اتفاق ما نضج بين دمشق وقصد هناك توافقات دعيني على أكثر من محور حتما هناك الأصدقاء الروس كان هناك أكثر من اجتماع برعاية روسية ما بين الدولة السورية وقيادة قصد لترتيبات لدخول الجيش السوري ورفع العالم السوري وتواجدات على مناطق التماس وربما بعض التوافقات الاقتصادي بهذه الجغرافية في هذه المرحلة الحرجية والحساسية أنا برأيي أميل أن ربما الحال السوري حاليا التوافقات سيكون هو العمود الفقري ولكن لا استبعد أي إجراء عسكري وهذه الإجراءات العسكري أحيانا قد تكون صادمي وهذا ما لا يرغب به الجميع برأيي العقلاء وهم الأصدقاء لا يرغبون بأي نوع أنواع التصادم والميل لحل العسكري ولكن لا عمل سياسي قوي بدون قوة عسكري تحميه وترعاه هو عنوان أساسي بكل هذا الاتجاه ولكن الجهد الروسي بالتوافق مع التوافقات ما بين سوريا دول السوري وقسد وأيضا بتوافقات ربما تكون أو صفقات الحال السوري لا بد من صفقات أولا تحت عنوى محاربة الإرهاب هذا الموضوع يحتاج إلى صفقة دولية إقليمية بهذا الالتجاه وقائمة الحال الخلافي ما بين سوريا وتركيا هي قائمة لها أول وليس لها آخر لا بد من خارط الطريق لها تراعي مصالح الجميع سوريا يهمنا أن تكون علاقاتنا مع الشعب التركي علاقات طيبة هي لمصلحة لمصلحة الطرفين تركيا دولي أقليمي كبير أنا لفتني أنك تتحدث بأنه دمشق يهمها أن تكون علاقاتها مع الشعب التركي نحن إذا أردنا أن ندخل بالفعل لمحطة مختلفة وهذا يفترض أن يكون بين دمشق وأنقرة إذا أنقرة ذهبت بأي خيار له العودة لتفاهم أدنى يفترض أن تعترف بدمشق قيادة ودولة ومؤسسات وذلك يفترض أن ينسحب أيضا على سوريا بأن تتحدث بأن يهمها أن تنسج علاقات أكيد مع الشعب التركي ولكن مع الدولة مع القيادة مع من يحكم تلك البلاد هو أخذ منك تعليق ومن الدكتور سامير صالحة عليها جملة جملة قبل لطفا قبل الذهاب لسيادة العميد محمد عباس تماما اللقاء اللقاء السوري التركي حتى على الصعيد الرسمي هي محطة حتمية وإجبارية وبرأيي ربما تكون حصلت على مستويات سترتقي هذه المستويات بحكم الواقع وبحكم الضرورة للطرفين أن تكون هناك لقاءات على مستويات أعلى مما تمت في المرحل القادم أقرأ الموضوع حاليا إن تمت الأمور كما تجب أننا نتجه إلى انفراجات بهذا الاتجاه وهي لمصلحة الجميع مصلحة تركيا ومصلحة سوريا أن تكون الحدود آمنة وبرأيي قبل 2011 كانت الحدود الأكثر أمانا لا مصلحة لتركيا بوجود كل المجموعات بكل أنواعها وعناوينها ومسمياتها ويافطاتها أن تكون موجودة على الحدود السورية التركية هي مجموعات تدين بالولاء لمن يدفع أكثر ولمن يرعاها سياسيا وعسكريا وماليا دكتور صالحة أنت محقة في نقطة أساسية أشرنا إليها موضوع أي انتفاقية سيتم تفعيلها في إطار النقاش في المرحلة المقبلة أدنى أم 2019 هذه المسألة تساعدنا برأيي على رسم خارطة طريق جديدة في التعامل مع الملف السوري بالنسبة لتركيا على الأقل وأظن الآن النقاش التركي الذي يجري مع إيران ومع روسيا يتقدم بهذا الاتجاه محاولة تفعيل هذه المادلة والإجابة على هذا السؤال لكن في نقطة بالاختصار علينا أن نأخذ أيضا بها بعين الاعتبار أن هذا النقاش الثلاثي التركي الروسي الإيراني عليه أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار ما تقوله هو واشنطن كيف سيتم التعامل يعني بيان قمة طهران هل سيكفي أن نقول للولايات المتحدة الأمريكية غادر وقت هي علاقات سمحنا عن أن أقول هذه النقطة للدكتور محمد عباس سياد العميد هذه النقطة تحديدا ولأن نتحدث عن خارطة الطريق أي سيناريو أيضا على ما يبدو في قمة مدريد الأطلسية أن تقدم موافقة لرجب طيب أردوغان على ما فهمنا لعملية عسكرية الخامسة في هذه المنطقة أو حتى لضمان منطقة آمنة وذلك ينسحب على روسيا وإيران لم يحصد موافقة بهذا الإطار لذلك تبدو ملحة قراءة السيناريو الذي قد نرى يضمن نقاط التقاء مصالح هذه الدول الثلاث في وجه الحضور الأمريكي الذي سأل عنه دكتور سامير صالحة كيف يغادر؟ يعني أشكر الدكتور صالحة على هذه الملاحظة لأنه كنت سأبديها أنه يجب أن لا نتجاهل وجود واشنطن ولكن مع ميلي واعتقادي أن حدود التسويات هي أكبر ولكن يبقى هناك احتمال ولو كان نسبته ضئيلة وهو الوجود وجود واشنطن وتأثيرها خاصة على الطرفين التركي وعلى قسط بنفس الوقت وأنا يعني أخشى كما فعل ترامب عندما انسحب بشكل مفاجئ مع الاتفاق الضمني مع تركيا للتقدم في شمال سوريا عندما انسحب عام 2019 على ما أعتقد ثم عاد لاحقا يعني أنا أعتقد هل ستتحرر قصد من الضغوط الأمريكية قادرة على التحرر من الضغوط الأمريكية وعدم الاستجابة لمطالب واشنطن بعدم الاستجابة لمطالب روسيا بالانسحاب جنوب الطريق M4 هل قصد ستستجيب يعني سترفض المبادرة الروسية وستستجيب للضغط الأمريكي مع يقينها أنا متأكد هنا أنه قصد عندما تتصلب في موقفها فهي تغامر بدخول تركي وهذا الدخول التركي مرغوب أمريكيا لأن أمريكا أنا بتقديري لو خيرت بين سيطرة الجيش السوري الجيش العربي السوري على الحدود السورية التركية بشمال شرق سوريا أو بين سيطرة تركية ويصبح التماس مع تركيا يعني خط M4 بين الوجود التركي في شمال شرق سوريا والوجود الأمريكي مع قصد في الجنوب جنوب M4 أعتقد أن الولايات المتحدة ترغب في ذلك ولكن ليس ما ترغبه واشنطن يعني هو أمر محقق ولكن واشنطن تحركت بعد قمة تهران وهي ترغب في طريقة ما بإفشال قمة تهران وهي ستضغط حكما أيضا على تركيا يعني قد يكون إغراء تركيا بالدخول إلى هذه المنطقة هو أحتمال ولكن كما ذكرت أحتمال قليل جدا لأن تركيا من بعد تجاربها في سوريا بعد تجاربها الطويلة في سوريا هي كانت أساسا رأس الحربي في المؤامرة على سوريا هي التي جعلت أراضيها مقرا وممرا لداعش وأخواتها الإرهابية وهي لا تزال أيضا تحضن مجموعات إرهابية شبيهة بداعش في إدلب ولكن أنا بتقديري هذه المرة قمة طهران تختلف عن القمة السابقة في سوتي وأسيتانا الأتراك من خلال تقييمهم للمصالح ومن خلال تقييمهم للصراع القائم ليس فقط في الإقليم وإنما خارجه بين روسيا والغرب خاصة في أوكرانيا وهي ترغب في البقاء الرئيس التركي ببهلاوانيته يرغب في البقاء في المنطقة الرمادية يعني هو يريد أن يرضي الأمريكيين طارة ويريد أن يعزز اتفاق الشرق مع أوسيا ربما ستستفز دكتور صالح قصة البالوانية لكننا أمام فعلا سؤال عن تموضع حقيقة تركيا بين معسكر شرقي ومعسكر غربي وهل الظروف الآن تسمح بأن تكون في نقطة وسط تستطيع أن تخلق هذا التوازن هذا ما سيدفعنا للسؤال ما بعد الفاصل وإياكم ضيوفنا عن المآلات بمعنى هل تحققت بشكل أو بآخر صيغة قوية في ثلاثية إقليمية ثنائية إقليمية تركيا إيران وأوسع من ذلك على مستوى دولي بدخول روسيا للتعامل مع الاحتلال الأمريكي في شمال شرق سوريا وبالتالي تغيير هذا الواقع وهذا سيكون له تدعية أوسع مساحة سوريا هذا ما سنترح وإياكم ضيوفنا بعض الفاصل ومشاهدين تفضلوا رجاء بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد في المسائية ميناء الميادين لا يزال التوتر يخيم على الشمال السوري مع ارتفاع التهديدات التركية للأراضي السورية مع السهداف قرية تل رفعت في ريفي حلب الشمالي أما في ريفي الحسكة فقد تعرضت قرى عديدة غرب مدينة القامشلي لقصف مدفعي تركي أدى إلى تضرر منازل وإصابة مواطنين ونزوح عشرات العائلات ردا على هذا التصعيد حذر الجيش السوري من استمرار الاعتداءات التركية واصفا إياها بالاستفزازات وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية استعداد الجيش السوري التصدي لأي هجوم على صعيد آخر استهدف هجوم صاروخي خلال الساعات الماضية قاعدة أمريكية في مدينة الشدادي في ريفي الحسكة أصاب محيط القاعدة وأيضا في داخلها هذا معطى مهم ومجموعة النقاط التي طرحناها كذلك ونحيلها إلى ضيوفنا بعد تجديد الترحيب بهم من دمشق معنا الدكتور صفان القربي من جنوب لبنان معنا الدكتور محمد عباس الخبير العسكري ومن اسطنبول دكتور سامير صالحة وأيك أستانى في النقاط دكتور صالحة هل تريد فعلا أنقرة أن ترى الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت خارج شمال شرق سوريا وهل تلتقي في الرؤية في مثل هكذا مشهد مع إيران وروسيا يعني ليس سهلا إطلاقا الوصول إلى هذا الاستنتاج إلى استنتاج من هذا النوع لأن المصالح التركية الأمريكية متداخلة ما زالت في أكثر من ملف سنائي وإقليمي لكن الفرصة موجودة برأي فرصة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لأنقرة على الأقل لتغيير سياستها السورية لأن عندها أكثر من فرص عندها تنسيق متزايد مع إيران ومع روسيا نقطة أولى عندها محاصرة حليفها المحلي على الأرض في قراره السياسي والميداني والعسكري خسارة هذا الحليف لكثير من الأوراق التي كان يملكها وسؤال مواكب الآن لهذا النقاش هو هل ستتخلى واشنطن عن قصد لصالح من يعني من الذي سيستفيد من تخلي واشنطن عن قصد وفي حظ من ستجلس هذه المجموعات في المرحلة المقبلة هذه نقطة أولى لكن في عندي أيضا ملاحظات سريعة باختصار جدا في سيناريو الآن يناقش في الداخل التركي وفي بعض وسائل إعلام في الخارج أنه عرض على تركيا التخلي عن عمليات العسكرية الخامسة مقابل تفاهمات سياسية وبينها الشق الأمني توجيه ضربات جوية عبر المسيرات أو غير ذلك تصفية قيادات وكوادر في مجموعة قصد أنا لا أتفق إطلاقا مع هذا السيناريو حتى لو كان فيه في الأيام الأخيرة المزيد من العمليات العسكرية ضد هذه الكوادر والقيادات في قصد والبي واي دي أنا أظن الذي تريده أنقرة أكثر هو استراتيجية واضحة في التعامل مع الملف في السوري لماذا؟ لأن هذه الاستراتيجية ستوفر لها الكثير من الفرص كما أشرنا قبل قليل تركيا ذاهبة إلى انتخابات بعد عام وحزب العدالة والتنمية يهمه أن يبقى في السلطة للتفعيل للحلحلة في الملف في السوري ستساعده وتوفر له الكثير من الحظوظ نقطة الآن مهمة علينا أن لا نغفلها تحدثنا عن إيجابيات ما قاله شاوش أغلو في ربما فتح نافذة في الحوار مع دماشق في موضوع محاربة الإرهاب لكن شاوش أغلو لم يتردد بالأمس في توجيه رسائل تصعيدية أيضا للكثير من الشركاء والحلفاء فقط يقول لك أنه ما زالت بالنسبة لأنقرة المسألة لم تحسن بعد في التعامل مع هذا الملف قمة سوتي مرة أخرى ستساعدنا كثيرا برأيه على وضع نقطة على الكثير من الحروف بأي اتجاه سيتقدم المشهد إلى جانب نقطة آخر موضوع الملف الأمريكي ما رأيك دكتور القرابي وهل نحن بالفعل نطوي الآن صفحة المواجهات ونؤسس لمرحلة التسويات والتفاهمات بأي صياغ قد تكون لديماشيك وفق ظروف المرحلة هي صياغ التفاهمات أو التسويات المناسبة ربما تصريح الكريملين قبل قمة طهران حول المطلوب من قمة طهران كان إيجاد تسوي شامل وواسع للحالة السورية برأيك هكذا كان تصريح الكريملين فيما يخص المطلوب من قمة طهران ثلاثية ولكن الحقيقة ماذا يدور في رأس القاضي الأتراك هي أحجية كبيرة جدا ليس من السهل حلة ماذا تعمل تركيا في شمال سوريا هل هي فقط ساحة للمشاغبي وللمشاغلي وللبقاء على طاولة الحل السياسي في سوريا المستقبلي أم للاحتلال المتيسر والممكن من هذه الجغرافيا إن سمحت الظروف الأقليمي والدولي برأييه هو سؤال يجب أن يبقى في ظهن السوريين جميعا ربما كم التتريك والمغالاة في التتريك التي تجري في الشمال السوري يجعلنا نكون أكثر من قلقين للعقول للأفكار عصايد المدارس عصايد الجامعات كل المعالم تقريبا تتجه إلى تتريك عنيف في الشمال السوري لذلك مصلحتنا أن نعلي الصوت ربما بكل الوسائل لإنهاء هذه الحالة التي نراها إلى الآن هي حالة احتلالية نتمنى أن تنتهي هذه الحالة الاحتلالية بتوافقات الكبار في المنطقة بجهد الأصدقاء الذين لم يقصروا بهذا الاتجاه تحت عنوان توعيد تركيا لمصالحها على المدى البعيد هي في وجود أن تكون جولة مريحة لجيرانا بأفضل علاقات الاقتصادي والسياسي كما كانت قبل 2011 كان الدولة رائدة على صعيد المنطقة والإقليم كل المنطقة كان صداقاتها نشطت بشكل كبير تجاريا وسياسيا حاليا برأي هذا العنوان يحتاج إلى مراجعة جدي تركي أين وصلنا في تركيا مع علاقاتنا مع الجميع ولماذا لابد من التصويب وبرأي بداية التصويب الحقيقي والعنوان الأساسي التصويب السياسي التركي هو من الملف السوري مقاربة هذا الملف بشكل جدي وبشكل واضح وبشكل مباشر وتصويب كم الأخطاء الكارثية لأصابة السوريين من هذه السياسة التركية التي كانت تركيا كانت الممر للمشكلي وبإمكانها دكتور القرابي الكلمة السر إن صح التعبير التي قد تدفع لتذيلي الكثير من العقبات أو تحويل حقيقة المسار أو الأجندة التي تشير أنه في علامات استفهام حول تركيا فيها حقيقة طموحها غاياتها أهدافها ليس فقط يقدم الأمر بشمال سوريا وكذلك بشمال العراق إلى أي حد كلمة الالتقاء عند نقطة إعادة الإعمار والتي قد تكون مفيدة لتركيا في واقع اقتصادي تدفع روسيا بهذا الاتجاه العقبة الأساسية هي الولايات المتحدة الأمريكية إلى أي حد هذه نقطة الظروف التي تلتقي بين الأطراف كلها والتي قد تكون مناسبة للدفع بأن نرى قوة ما بشكل ما تعمل إخراج الاحتلال الأمريكي ومن ثم تكون هناك رقطة التفاهمات أو عتبة أعلى من التفاهمات برأيي ربما يكون الوجود الأمريكي الاحتلالي عدديا هو محدود جدا برأي ربما الرسائل بالنار حاليا التي تتزايد وترتفع الصوت أكثر في استهداف القواعد الأمريكية هي تحت عنوان نحن قادرين على تسريع انسحابكم من سوريا ربما أن نرى قتل أمريكيين برأيي سيحدث ضجي في واشنطن لا مصطح للأمريكيين بها هي عنوين ربما ولا معلومية دكتور وهذا الموضوع تحت عنوان أنا برأيي هناك حال شعبي يتزايد صوت أكثر حاليا في المنطقة الشرقية وتنشط بهذا الاتجاه وبرأيي ربما نكون في سوريا شعبيا ورسميا عن تاريخ في فن المقاومات يذكره الجميع ومن الأولى مقاومة للسوري مقاومة المحتل الموجود على أرض بكل الوسائل عندما لا يكون هناك متاح في السياسي برأيي متاح وفق القانون الدولي ووفق الأخلاق ووفق المنطق أن نقاوم المحتل بالنار إلى أي حد دكتور عباس ذلك واردا الشدادي إلى أي مدى تحمل رسالة بهذا الإطار تعززها تساعدها عملية التوافقات الحالية الروسية الإيرانية التركية بحضور حقيقي وكوي وفاعل بالنسبة للجيش السوري وذلك قد يدفع لتغيير رؤية سابقة دعم معارضة كما كانت تسميها تركيا تخلي عن بعض الجماعات تحت عنوان التقاء فيما بعد على الملف الأكبر ألا وهو ربما إعادة الإعمار لكن عنوان أمريكا بالبداية دكتور نعم نعم يعني نحن تحدثنا نحن عن التفاهمات قمة تهران نتائج قمة تهران وتحدثنا عن الاحتمالات وأشاروا إلى ضيوفك وأنا تحدثت أن حضوض الالتزام التركي بقمة تهران وبالمكاسب المحققة ولو كانت دون التطلعات التركية هي أفضل بالنسبة لتركيا أقل كلفة من خيار الحرب الذي سيطيح بالمصالح التركية تماما خاصة في هذه الظروف التي تقود فيها روسيا معركة مع الغرب في أوكرانيا معركة حاسمة مع الغرب وفي ذات الوقت أيضا يعني تهران وعلاقتها المتوترة بالغرب وتحديدا الولايات المتحدة ومحاولة يعني التملص من الاتفاق النووي من قبل هؤلاء لذلك أنا أعتقد يعني موضوع المقاومة هو موضوع مطلوب ولكن موضوع الانسحاب التركي من شرق سوريا أنا أعتقد في هذه المرحلة يعني أصبح أكثر صعوبة لأنه الولايات المتحدة سترد على ما يجري في أوكرانيا بزيادة تواجدها في الشرق الأوسط وتحديدا في سوريا والعراق حاليا في سوريا يعني كل المعلومات تشير أنه رئيس الأركان الأمريكي كوريلا زار المنطقة التي تسيطر عليها قصد ومغاوير الثورة في التنف جاء للمنطقة التي يسيطر على مغاوير الثورة في التنف منذ عدة أيام وقبلها زار قصد طبعا وعندما زار مغاوير الثورة أجريت مناورة مشتركة بين القوات الأمريكية ومغاوير الثورة واستخدمت فيها صواريخ مارس يعني هل أعطيت هذه القوات صواريخ مارس هو ليقول أنه كل هذه التفاهمات التي أجريت في طهران نحن موجودون في التنف وفي منطقة خفض التصعيد وأيضا هناك يعني غض نظر عن تواجد داعش في شمال منطقة خفض التصعيد لكن مقاومة شعبية يتم دعمها من قوة بهذا الحجم وأن تكون هناك نعوش تخرج من شمال شرق سوريا إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أي حد قد تكون عامل مؤثر دون شك بالنظر إلى الواقع السياسي لإدارة باردن أنا عم تحدث بالعقلية الأمريكية العقلية الأمريكية حاليا تميل إلى التمسك بوجودها في العراق وسوريا والمعركة ضد الوجود الأمريكية معركة متزامنة يفترض أن تكون متزامنة بين العراق وسوريا أنا أتحدث ماذا يفكر الأمريكيون الأمريكيون لا يمكن حاليا أن يكون في تفكيرهم وارد الانسحاب من شرق سوريا شمال شرق سوريا وشرق سوريا بل المال هو نحو تعزيز قواتهم في تلقى المنطقة. موضوع الدخول التركي إلى شمال شارك سوريا لا يضر الوجود الأمريكي. بالعاكد قد يكون مطلوبا. لذلك الأمريكيون يعجلون حاليا بموضوع رفع العقوبات والاستثمار وإعادة الإعمار في المنطقة التي تسيطر عليها قصد. ويكون هذا تعويضا لقصد عن خسارتها لشمال شارك سوريا. إذا ما قرر الأتراك الدول وهذا مستقع. دكتور محمد عباس سيد العميد. الخبير العسكري ضيفنا من جنوب لبنان. دكتور سامية صالحة أسادة العقادة الدولية في جامعة اسطنبول. ضيفنا من اسطنبول. شكرا جزيلا لك. دكتور سفان القرى. بيعود مجلس الشعب السوري. ضيفنا من دمش جوز. شكرا جزيلا لك. من جديد شكرا لضيوفنا. لمشاهدين المسائية انتهت دائما للمزيد. الميادين دات نت. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة